يا جماعة البنايات اللي نزلت والناس اللي لحد الان تحت الانقاض عم بيحاولوا انهن يساعدوهم ويأغضوهم الله يعين ويساعد الناس اللي طلعت من تحت الانقاض ودم انقاضهم ما اخلص الموضوع بالنسبة لهم في ناس ما معهم ليرة بيجيور حاليا ناس ما معها تشتري خبز خبز ما معها تشتري فبالتالي اي شيء بتقدر انك انت تتبرع فيه وتساعد فيه والله الليرة بتفرق وقسموا بالله انه الليرة بتفرق ولا تقول انا عمري صغير ما معي مصاري اليوم بدل ما تروح بتشتري بيبسي وتشتري اكلات طيبة معلش اليوم بلاهم اتبرع فيهم الليرة بتفرق لا تقول انا كبير عندي مسئولية عيلة اكيد عندك مسئولية عيلة ولكن اليوم بدل ما تاكل اكلة فيه فروج كل زيت وزعتر ما حيصل لك شيء فحاولوا انكم انتوا تساعدوا ماديا وراح اترك في الوصف وبنثبت في اول كومنت رابط من الممكن انكم تتبرعوا من خلاله وبرجع بعيد وبأكد الليرة بتفرق لا تقول انه انا راح اتبرع بالليرة معناتها الليرة هاي ما راح تقدم وراح تأخر راح تقدم صدق لي راح تقدم وراح تأخر وراح تساعد ناس ارباح هذا الفيديو يا صديقي راح يتم تقديمه للناس المحتاجة وبعن هذا الكلام يا صديقي ما مقتصر على هذا الاسبوع او هالكم يوم لا الموضوع راح يمتد لي وقت طويل انت تخيل اليوم فيه انسان ما عنده بيت حاليا البيت اللي كان سيكن فيه نزل على الارض فأكيد هذا الانسان ما هيقدر انه يرجع راح يكمل حياته بعد اسبوع ما هيقدر بعد شهر وما هيقدر بعد شهرين الموضوع راح ينتد كتير وكتير فالمساعدة راح تضل دائما ودائما شقد ما حسنتوا انكم انتوا تساعدوا ساعدوا راح اذكر في هذا الموضوع بكل فيديو ببدايته وبنهايته وبرجع بعيده بأكد ارباح هذا الفيديو اي شي بقدر اني استطيع اني اعمله راح اعمله باذن الله هذا الفيديو والفيديو القادم والفيديو البعده إن شاء الله هذا الشهر كله رح يعيشي رح أطاله من اليوتيوب رح يروح كدعم للناس المحتاجة فهلا من دوقت أخير خلونا نبدأ بهذا الفيديو خلونا نبدأ يا صديقي ونحكي عن المسلسل الكويتي على نتفليكس مسلسل الصفقة المسلسل مبني على أحداث حقيقية وبيتناول قصة دخول المرأة لساحة سوق الأسهم وبنفس الوقت رح نشوف شلون رح يتم محاربته من قبل المجتمع الذكوري يلي هي موجودة فيه بدور أحداث المسلسل حول شخصية فريدة وشخصية مونيرة بيدخلوا عالم البورصة الكويتية في أكتر الأقوات ازدهارا بحقبة الثمانينيات ورح يحاولوا أنه هن يشوقوا طريقهم في هاي البيئة يلي عبيتم التحكم فيها من قبل الذكور فقط لأنه نرجع من عيد ونذكر أنه هدول أول سيادتين بيدخلوا لهذا المجتمع المجتمع الذكوري في عالم أسهم البورصة فرح يكونوا هن التنتين والمجتمع وكل الناس اللي عب تشتغل حواليهم كلهم ذكور هاي هي يا صديقي القصة الرئيسية ولكن تعالوا ناخد شخصية فريدة شخصية فريدة يا صديقي هي شخصية كانت متزوجة لمدة 13 سنة وعندها بنت صغيرة بيبدأ المسلسفة بنشوف أنه هي انفصلت عن زوجها زوجها يلي ممكن نقول عليه أنه هو إنسان حقير يعني خلاص انفصله عن زوجته فأنا ما ضلي علاقة في المصروف إنسان بتحسه أنه هو شخصية غبية موجودة بس لحتى يأثر على الصراعات النفسية والداخلية لشخصية فريدة فهي بتكون مضطرة أنه هي تأمن مع عيشتها تأمن حياتها الاجتماعية وتأمن أنه بنتها تعيش الحياة اللي كانت عايشتها خلالها 13 سنة فشخصية فريدة رح تضطر أنه هي تدخل عالم البزنس لمدة 13 سنة هي كانت سيدة منزل رح تروح تبدأ تشتغل وتحاول أنه هي توازن ما بين حياة الاجتماعية ما بين حياة الشغل ما بين حياة الخاصة وبنتها وعيلتها وهي الأمور كلها في موازين معينة رح تتغير بحياة فريدة وطبعا بالمسلسل رح نشوف الشخصية الثانية اللي هي شخصية مونيرة هاي الإنسان الطموحة الإنسان الشغوفة بشغلة واللي دايما عبتحاول أنه هي تأثبت وجهة نظرة أنه نحن السيدات من الممكن أنه نحن نأثر على المجتمع نعمل بصمة ونكون مميزين عن المجتمع الذكوري اللي عبي يشتغل وفعلا من خلال المسلسل رح تشوف وتتعرف على شخصية مونيرة كالشخصية المجتهدة المحبة لشغلها نبدأ يا صديقي بأول نقطة بدي أحكي فيها بهذا الفيديو واللي هي الفكرة يلي حاولوا أنه هنا يطبوها بهذا المسلسل نحن في عنا السيدتين رح يدخلوا لأسهم البورصة بالثمانينيات ليأثبتوا أنه من الممكن العنصر النسائي يحاول يأثبت وجهة نظره في هذا المجتمع فالفكرة بحد ذاته فكرة بصراحة جميلة وطريقة تنفيذة عملت بطريقة حلوة وأخص بالذكر أن البيئة اللي كانت موجودة بيئة الثمانينيات فكانوا مضطرين كأنتاج أنه هنا أقنعوني أنا كمشاهد أني أنا فانا أتفرج على حقبة الثمانينيات فبالتالي الديكورات كانت معمولة بطريقة حلوة اللباس كان معمول بطريقة مناسبة جدا لفترة الثمانينيات السيارات اللي كانت موجودة والبيئة المحيطة يلي كانوا عبي صوروا فيها من جميع النواحي بصراحة كانوا موفقين جدا في هذا الموضوع فجول مسلسل بحد ذاته فكرة أننا نحن فيها عنا بورصة أنا هذا الموضوع لأول مرة أشوفه بصراحة أننا نحن فيها عنا بورصة وفي سيدتين داخلين على هذا الموضوع في بيئة الذكورية تماما فموضوع بصراحة كان جميل وأخص بالذكر أنه دخول الصراع النفسي والداخلي للشخصية فريدة أنه هي بدأ توازن ما بين هاي الحياة الاجتماعية حياة الشغل وحياة الشخصية هاي الموازنة عطيت طابع جميل جدا للمسلسل ولكن هل تم تنفيذ الموضوع بطريقة صحيحة 100% بصراحة أنا بالنسبة إلي كان في بعض الأشياء يلي ما عجبتني نبدأ وبشكل جدا سريع على شخصية فريدة ذات نفسها الشخصية اللي فيه كتير من الأشياء وابتداء من الحلقة الأولى بتصير بس لحتى يقنعوني أنه هي بده تدخل لعالم البزنس يعني بتحس أنه مصايب الدنيا كلها بتفتل حواليها لحتى توصلها لأنه هي فعليا تدخل لعالم البورصة أو تدخل لعالم الشغل هذا لحتى أعطيك مثال منشوف أنه زوجها بيشلفة شلفة سيئة جدا أنه أنت اليوم أنا طلقتك فأنت المسؤولة عن بنتك أنت مسؤولة عن مصروف أنت مسؤولة عن كل شيء منشوف دايما أنه أبوها خلال الحلقة الأولى قبل ما تدخل لعالم الشغل منشوف أنه أبوها دايما عاب بيحكي معا أنه ليش عاب تشتري هاي وليش عاب تعملي هاي فكأنه عاب بيضايقة من الناحية المادية أنه أنت لازم تكوني مسؤولة عن الأشياء اللي عاب تعمليها لدرجة أنه هني بيوصلوا أنه بنتها بتقالها أنه أنت إنسانة غير مسؤولة بيمشهد صراحة أنه هذا المشهد ما عجبني أبدا ما عجبني بنت صغيرة عمرها 13 سنة كانت طريقة حكية مع أمها واضح أنه هي غير واقعية ما حبيت الطريقة اللي كانت موجودة يعني البنت الصغيرة بتطلع على أمها وبتقالها بتقالها أنت غير مسؤولة تماما عن حياتك يعني الكلام اللي عاب بيطلع من هذا التم مو من التم بنت عمرها 13 سنة يعني هذا الكلام كلام حدا أكبر من 13 سنة وبنافس الوقت برجع بعيدة أن الأشياء كانت عاب تصير بس لحتى تدعم أنه هي تدخل لعالم البزنس بتحس أنه موضوع كان بس عاب ينشغل عليه لا يدعم شخصية فريدة فهذا الموضوع كان عندي فيه مشكلة النطة التانية اللي ما عجبتني على الإطلاق شخصية الزوج ما بدي قالك أنه وجوده مثل عدمه ولكن فعلا شخصية الزوج كان سيء على السيناريو اليوم الشخصية هاي كانت موجودة فقط لحتى يأثر سلبا على شخصية فريدة هو إنسان ببداية المسلسلة شفنا على أنه هو إنسان سيء جدا بنص المسلسلة بنشوفه أنه هو إنسان جيد بيعزبون على العشاء وبيتعامل معهم بطريقة جيدة بعدين فجأة تتغير الشخصية وبيصير إنسان سيء في البداية بنشوفه أنه هو إنسان مهم لبنته إنسان غير مسؤول تماما عن بنته لدرجة أنه هي موجودة بمدرسة ما بيدفع أصل المدرسة هو بيعرف أنه مرته ما عنده مصاري إنه هي تدفع فبالتالي بيطالع بنته من المدرسة بس هيك إنه أنا ما بدأ أدفع فبالتالي هاته تربية سيئة بنص المسلسلة بنشوفه أنه هو إنسان كويس بعدين بآخر المسلسلة بنشوفه أنه هو إنسان سيء جدا وبيحاول أنه هو يعطي درس في الأخلاق ودرس في التربية للأم بس درس التربية هذا اللي عب حاول أنه هو بيمسكه مصاري وبيحرقه ندام البنت بيحاول أنه هو يعطي درس في التربية هو ببداية المسلسلة شالف بنته شخصية متناقضة شخصية كانت سيئة جدا على السيناريو وأنا متفهم تماما أنه وجود هاي الشخصية لحتى يأثر سلبا على شخصية فريدة ويدعم هاي الشخصية في تطوره ولكن أنا بصراحة كنت بشوف أنه الشخصية كان ممكن يتم الاستفادة منها أو يشيلوها على الأخير ويدعموا فكرة أنه فريدة يتأثر عليها سلبا بطريقة مغيرة تماما النقطة الثالثة اللي ما عجبتني هي الحوارات اللي كانت موجودة بهذا المسلسل مثل هيك مسلسل بالقصة اللي موجودة فيه أنا بتوقع منه أنه يكون فيه حوارات قوية جدا ولكن كثير من الحوارات بتكون مائلة طعمة حوارات سطحية جدا ووقت اللي بيحاول الكاذب أنه هو يضيف جملة أوية جملة مؤثرة بيضيفها بطريقة أنه شوفوني أنا عب أحاول أتذاك على الحوار وأحط جملة أوية يعني بيقلك إيها أشكرة هيك أنه خود هاي الجملة سمعها يعني وكأنه هو عب تقصد أنه يسمعني جملة قوية في هذا النص الضعيف مثال على هذا الموضوع تحديدا بالحل الأولى في إحدى المشاهد بنشوف أنه فريدة عب تدرس بنتها أو عب تشوف بنتها إش حلت في مادة الرياضيات الحوار كان طبيعي جدا سطحي ما فيه أي شيء عميق فجأة بنشوف أنه فريدة بتذكر جملة بتقول أنه أنا بحب الرياضيات لأني بحب أرتب الفوضى يعني طريقة أولى لهي الجملة اللاطة يلي أخذوا منه هذا المشهد شون تغيروا زاوية الكاميرا ووجهوه على وشة وطريقة أولى لهذا الموضوع المشهد كان كله مزعج عن جد مزعج يعني الحوار كان ما فيه أي شيء فجأة ضربوا لي هاي الجملة إنه خود هاي الجملة جملة يشوف انتبه إنه هاي الجملة جدا عميقة وصار هاد الموضوع بأكتر من مرة فبصراحة كنت أنا منزع جدا من الحوارات وكنت متوقع إنه يكون فيه شيء أقوى هاي هي الأشياء الرئيسية يلي ما عجبتني أو حاسيت إنه كان ممكن تنعمل بطريقة أفضل بهذا المسلسل هل هذا بيعي إنه ما فيه أي شيء جيد أكيد لا فيه أشياء جدا ممتازة كانت في المسلسل وأول شغلة هي فكرة تعرض شخصية فريدة للضغوطات الموجودة بغض نظر عن طريقة تعرض لهذه الضغوطات ولكن فكرة الضغوطات والصراعات النفسية والداخلية للشخصية والطريقة إنه أنا ما ليعرفين أوازن ما بين حياة الاجتماعية وما بين حياتي الأسرية كان المعمول بطريقة حلوة يعني يا صديقي هي مضطرة إنه تنجح بشغلة لحتى تأمن حياة جيدة لبنتها وحياة جيدة لأسرتها وبنفس الوقت هي مضطرة إنه تكون بجانب أسرتها فهي الموازنة كانت عبتنعمل بطريقة حلوة النقطة الثانية اللي عجبتني هي علاقة شخصية فريدة مع شخصية مونيرة اللي هنه بيكونوا ولاد خالة في المسلسل شخصية فريدة ممثلة في بداية المسلسل ما كتير تقبلتها ولكن مع تتالي الحلقات ما كان عندي أي مشكلة مع الممثلة صراحة بالعكس عطتني الدور بطريقة جدا جدا ممتازة وأخص بالذكر الممثلة اللي قام بشخصية مونيرة صراحة دور جدا جدا ممتاز عملته بأثني عليها بما يخص التمثيل علاقته كانت ممتازة جدا البعد اللي كان موجود فيها العلاقة كان ممتاز والتمثيل كان على أكمل وجه بشكل عام التمثيل كطاقم عمل بصراحة ما عندي أي مشاكل أنا بحكم أني ما بتفرج على مسلسلات كويتية فما بعرف ممثلين كويتيين بصراحة بس أنا متفاجأت أنه لا في قامات قوية جدا كويتية من التمثيل عجبني جدا جدا عجبني الموضوع النقطة اللي بعد اللي حكيت عليها في البداية هي موضوع الجو العام طبعا المسلسل لفترة الثمانينيات وعرفني شلون يعملوا فترة الثمانينيات أنا كمشاهد اقتنعت أنه أنا موجود في هاي الفترة من الزيكورات المستخدمة للأزياء المستخدمة السيارات الموجودة كل شيء كان موجود معمول بطريقة جيدة جدا وما ننسى يا صديقي الطابع الكوميدي اللي كان موجود كان في بعض الأشياء الكوميدية اللي ممكن أنت تضحك عليها كمان كانت معمولة بطريقة حلوة في النهاية يا صديقي أتوقع أنه الغرض من هذا المسلسل أو الرسالة اللي بيتم توجيهها من هذا المسلسل هو للنساء الرائدات في المجتمع لو ما تخافوا أن كنتوا تدخلوا على أي بزنس بالعكس ثقوا في الفكرة الموجودة عندكم ثقوا في قدراتكم أنتوا ناس من الممكن أنكم فعلا اضغيروا لهنا يا صديقي نكونوا قد انتهينا من مراجعة مسلسل الصفقة بصراحة مسلسل جميل جدا عجبتني الفكرة مثل ما قد لكم كسيناريو الفكرة حلوة كان ممكن يشغلها لي زيادة ولكن إخراجيا المسلسل كان جميل جدا تمثيل كان ممتاز الأشياء الذكرناها خلال الحلقة ما كان عندي أي مشاكل فيه ما يخص تجربة المشاهدة بصراحة عجبني حسيتني عبتفرج على الشيء مختلف وإن شاء الله يكون فيه عنا مسلسلات عربية أكتر على منصات مختلفة عالمية لحتى ينتشروا المسلسلات وتنتشر القصص العربية أكتر وأكتر على المنصات العالمية وينتشروا عالميا هاي المسلسلات إلى هنا يا صديقي نكونوا قد انتهينا من هذا الفيديو ما تنسوا تحت فيه الوصف ومثبت بأول كومنت فيه عنا رابط تبرع ممكن تروحوا تتبرعوا من خلاله وإذا ما بدكن تتبرعوا أونلاين روحوا وشوفوا أي أماكن موجودة في المكان أنتوا موجودين فيه أكيد فيه ناس عبتجمع يأموا مصاريع عبتجمع لبس إذا عندكن لبس عندكن غذاء عندكن أي شيء ممكن تتبرعوا فيه لا تقصروا ده الناس الموجودة في مارسين إذا ما يكن عارفانين وين تروحوا وإش تعملوا بس بعتول الرسالة على انستجرام وأنا بس أحدكم في كل التفاصيل فيه أماكن مخصصة حتى تنقلوا فيه أماكن موجودة في مارسين ممكن تروحوا تساعدوا فيها بس أي حدا موجود في مارسين ابعتلي على انستجرام وراح أساعدك في هذا الموضوع بشكونا في الفيديو القادم السلام عليكم